الزمل والله اللي انت عايز انا التلميذ ده حضرتك اللي عاصر ربنا يكرمك وانا سعيد بوجود معكم ربنا يكرمك قل لي انت بنيت على ايه تصورك ان الاهل هتجيب اربعة وانحنا بنتفرج قلت لنا ايه للاهل هتجيب اربعة او انا دخلت في تحدي مع محمد ابني اه وسجلنا ده انبارح انا وهو محمد ابني في تاني عددي ايه فقال لي يا بابا تلاتة زي مطش التري قلت له لا المطش ده اربعة اه انا بنيت على تلات حاجات التركيز اللي معقول اللي فيه النادي الاهلي وحسن مشاهدة مبارتين الوداد اه وكل الاخبار اللي جاياني من دخل المؤسكر انهم هم اختزلوا بطولة افريقيا في كلمة الهالهم مسماني في محاضرة فيديو الاخيرة ان احنا قدام بطولة هي شبيهة بمباراة القطن الكاميروني اه انا جيب سوبر جيبنا سوبر عن فوزبر بطولة عن جيب انسة بقى لعبت مين خلاص هي بطولة من شوت ايه اختزلت في شوت كان في حالة من الجدية كان في حالة من الاهتمام وما فيش اي شيء في الدنيا يقول ان دي من السكنة عسكرية العوامل دي كلها بحكم ان احنا بنراقب من بعيد دي عوامل تصنع بطل يعني الاهلي تعامل مع كيزر تشيفز وكأنه اقوى فريق قبله في البطولة الافريقية ايه اول نص ساعة حب المدير الفني على فكرة واحنا قلنا دنبرح كان معنا كابتن سامير كامونة الحاجة الظريفة جدا قال لو هو حبي يتعملق ويهاجم الاهلي هيقع قال وهو قدامه حاجة من اتنين لا اما يعمل مباراة مقاولين تاني قدام الاهلي لا اما يعمل مباراة مقصة زي ما عمل محمد عبد الجيل فلا هو عمل النهاردة نفس اسلوب مصر المقصة حاول يضغط من نص الملعب او من قدام بس وقع بعد ربع ساعة والشوت التاني طبعا معطرت اه بس انا كان نفس الهدف الرابع يجي طب انت كنتم مترهنين على ايه انت وابنك لا محمد بيطلب ان هو عايز وانا ننفزه اجبنا ثلاثة اجبنا ثلاثة اجبنا ثلاثة البرتاح